عبد الرحمن عايز اسألك في البداية يعني انت جيت نادي الزمانك ازاي ومين اكتشفك انا طبعا لما روحت كان فيه اختبارات عندنا في الفيوم فانا حبيت اجرب حظ وشوص حبيت ان انا يكون موجود فروحت طبعا ربنا وفقنا الحمد لله وكملت معهم لحد ما جيت هنا النادي فنزلت اختبارات هنا كملت اختبارات الفترة طويلة قوي معهم لحد ما نزلت مع الفرقة واتمرنت مع الفرقة لمدة شهر وكان ساعتها كان موجود الكابتن معادل جابك هنا النادي مثلا من الفيوم ولا انت جيت لوحدك لا اوه كان فيه اكاديمية انا كنت متمرن فيها قبل ما جي هنا النادي كان كابتر رمضان كامونا كابتر رمضان طبعا هو اللي جابني هنا النادي وهو اللي تعب معايا الفترة دي وفضل ورايا لحد ما جيت هنا النادي كابتر رمضان دي من الفيوم من عندك اوه كابتر رمضان من الفيوم فما سابنيش خالص والله في اي لحظة فما حصلش نصيب في الفترة دي كانت 2013 13 فانا حبيت وكنت مصوم ان انا يكون موجود هنا في النادي فان في اكاديمية هنا فانا عدت هنا في الااكاديمية سنتين فان في بطولة لنا فلاكاديمية كان مسؤول عنها الكابتر حمد رقفات كان هو المسؤول عننا فلاكاديمية وكان مسكنا مencedور فان ساعتك كابتر محامد فاوزي فعان فيها لنا بطولة فالبطولة دي احنا كان بيصعد منها اول فرقة من كل مجموعة فاحنا في به وزمالك الف وزمالك به صعد وزمالك الف صعد وكنا بنلعب بعض على اللي يلعب نهائي فهم طبعا كانوا اقوى مننا فكسبونا طبعا الموتش ده ومن بعد الموتش ده انا بقيت موجود معهم فوق في النشئين الكلام ده كان في 2015 صحيح مين كان المداربين اللي استقبلوك هنا في عند الزمالك عبد الرحمن السنة اللي انا جيت فيها في الاول خلص كان الكابتن عدل عماط الله يرحم الله يرحم عشان برضو نقول يا جماعة مين عدل عبد المعطي الناس اللي ما تعرفوش عدل عبد المعطي هو اول لاعب او تاني لاعب صعد من فريق العشرين سنة الى الفريق الاول جيل طبعا كابتن حسن شحاتة كابتن فروغ جعفر كابتن عدل مامور هو كان معايا في العشرين سنة في نهاية الزمالك وصعد الى الفريق الاول حقيقة ولعب مباراة مع الفريق الاول لكن توفاه الله منذ فترة ليست بالقصيرة أول ما طلعت على طول كان متحة مكة كان كابتن متحة مكة بعد كابتن متحة مكة جاءنا الكابتن سامح بعد الكابتن سامح hov اسماعيل بعد الكابتن السامح جاءنا كابتن عبدا وكابتن عبده بعدها في نص الموسم حصلت غيرات في الجهاز وكده فارجع لنا تاني الكابت نسامح بعد كده مساكنا السنة اللي بعدها على طول الكابتان احمد عبد الرقوف دي السنة اللي احنا اخدنا البطولة اللي هي السنة اللي فاتت على طول خدت البطولة دي السنة اللي اخدنا فيها بطولة جميع الفترة الطويلة انت لاخدت نادي كان سنة كم سنة الاول؟ اه اول ما دخلت النادي كان 11 سنة 11 سنة وشهلناك كام دلوقتي؟ دلوقتي 19 سنة يعني انت بلك 8 سنين في قطاعات الناشئين في نادي الزمالي اه بالضبط قول لي الزماليك مختلف يا عبد الرحمن في قطاعات الناشئين عن اي نادي انت مثلا بتشوفه برا وتلعب معايا في المسابقات سواء المسابقة الناشئين او مدارة السكورة؟ اه طبعا يعني نادي الزماليك نادي كبير واسم كبير طبعا واي حد اللي شرف انه يكون موجود في نادي الزماليك ده اول حاجة تالي حاجة دلوقتي انت موجود في قطاع الناشئين يعني احنا من صغرنا واحنا في الناشئين واحنا معروفين فانت مش هتكون موجود في اي نادي تاني وتكون معروف انت لسه في الناشئين فدي بتبع حاجة كويسة طبعا اسم نادي الزمالك بيفرق كمان اه طبعا يعني انت تقصد ان هو بيفرق مع اللعيب لما بيقبلع في نادي الزمالك فبتعرف بسرعة اه بالزبط يعني احنا دلوقتي احنا باشين في الشارع الناس تبع عرفان اه والله معروفين اه طبعا